بسم الله الرحمن الرحيم باسمه نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السدادة والتوفيق يا رب العالمين على بركة الله وتوفيق انطلق أول أشواط منافسات أرضية ميدان ألف صير الميدان الشمالي ومنافسات وتحديات في هذا السباق المحلي الثامن مع بداية منافسات السن اللقاية لثيات الابكار لنتابع معكم في هذا المساء ثمانية أشواط بها التحدي بها الندية بها المنافسة الشيقة الحاضرة والمتواجدة لنبدأ معكم وبحضراتكم لنتابع مسيرة مقدمة هذا الشوط وشعار بن سفران الحاضر والمتواجد على المركز الأول على ظهر شهنية الحاضرة والمتواجدة على مقدمة هذا الشوط تعود الملكي لنبارك بن عبدالله بن مسفر بن سفران المري على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني التقدم والوصول والقدوم بهذه اللحظات من قبل الراسية تعود الملكية لنبارك بن راشد بن سعيد النابت المري المركز الثالث التواجد من العبور منصور بن عبدالهادي بن محمد بن نايف يقدم لنا شعاره على انطلاق الثالث التحديات المركز الرابع نتابع من جانب الميدان ومن ايمن الهجر الحاضرة والمتقدمة سحابة لناصر بن علي بن احمد قال علي المعاذيد المركز الخامس وصول وتقدم زون الفهيد بن محمد بن سعيد آل احنيتم المري وصل بالسلعان مع انطلاقة منافسة هذا الشوت هذا هو النداء الاول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة هذه الانطلاقة لنعود ونتحول إلى أول المراكز إلى المقدمة الله يشانية الشانية المحلقة على أرضية ميدان لبصير المحلقة على المقدمة تحضر الشانية كالشواهين الجارحة الحاضرة والمتواجدة على المركز الأول وشعار بن سفران من يرافق الشانية المبارك بن عبدالله بن مسفر بن سفران المري لكن القادم الواصل المنطلق إلى أول المراكز شعار بن سلعان قادم مع انطلاقة وتقدم مزون مزون بدأت تسلل إلى المركز الأول وتحمل شعار يملأ العينين بانطلاقته مع تواتد أول المراكز تعود ملكية مزون لفهيد بن محمد بن سعيد آلح نيتم المري لياتي على المركز الثاني شعار بن سفران عشانية مبارك بن سفران المري المركز الثالث وتابع تقدم ثالث المراكز وثالث التحديات أول الغادمات أول الواصلات الفائزة تصل يول ندا تبحث عن الفوز تبحث عن النصر تبحث عن الانتصار وتبحث عن المركز الأول بانطلاقته الفائزة لمتعب بن عبدالله بن راشد آلح هيدان المري المركز الرابع وصل شعار السناري على رابع المراكز مع تقدم الخريب لثامر بن مطر بن فابت بن محمد الدوسري كما هو مدون مع انطلاقة المركز الرابع المركز الخامس وتابع عوايد علي بن محمد المسعود بن قطام المري يصل أيضا بن قطامي مع انطلاقة وتقدم عوايد المتواجدة المتواجدة بالاندفاع مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى المذاعة هذا هو النداء الثاني أذعت على مسامعكم بالوفاء والتمام لكن نعود لنستجد النداء بالمقدمة لنرى مستجدات الصدارة بمنافسة وانطلاقة الأسماء الحافرة على المقدمة مزون وكذلك الشهنية الشهنية ومزون في حوار الثنائي عنوانه الناموس عنوانه أيضا انتزاع أول المراكز شعار بالسلعان وشعار بالسفران في أيضا ملتقى حقيقي أخوي ومنافسة شريفة دعمها أيضا الناموس والتتويج أول المراكز هذه هي مزون على المقدمة على الصدارة الله يا مزون مزون مسيطرة تمام السيطرة على المقدمة فيهد بن محمد بن سعيد ألح نيت بالمري المركز الثاني التواجد مع ثاني المراكز الشهنية المبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران وشهنية تحاول الضغط المستمر على مزون بانطلاقتها المركز الثالث يصل شعار السناري على ثالث المراكز يصل هذا الشعار الشعار الناري المرافق مع السناري بانطلاقته الخريف غادمة ثامر بن مطر بن بابة الدوسري والمركز الرابع الله يا عوايد عوايد عندها عوايد بالسفق وانطلق بهذه اللحظات لعلي بن محمد بن مسعود بن قطامي المري والمركز الخامس وصول وتقدم للحبور منصور بن عبدالهدي بن نايف يحضر شعار مع انطلاقة العبور اللي على المركز الخامس الله العبور تحضر العبور وتسلل من مركز إلى مركز إلى المركز الثالث وبطريقة للمقدمة لكن المقدمة استدارة المركز الأول مع الشانية بن سفران يقدمنا الشانية يود أن يسافر إلى بر الأمان مع الشانية المحلقة على استدارة على المقدمة بالانطلاق يحضر شعار بن سفران مع تتحية الكيلومتر لأخير كيلو العمليات كيلو الصراع كيلو النزاع كيلو القوة كيلو الحماس الشهنية على المركز الأول لكن العبور العبور بدأت بالعبور إلى المركز الثاني يحضر شعار بن نايفة الله العبور الشهنية العبور المناوسة الثنائية هي الأقرب بالعبور بانطلاقتها إلى المركز الأول هي الأقرب بالناموس بالتتويج اندفعت العبور لتبدأ بالمرور إلى أول المراكز إلى المقدمة بن نايفة منصور بن عبدالله بن محمد بالناجفة هو المنتصر حتى هذه اللحظات مع انطلاقة العبور مع اندفعتها نحو الناموس نحو التتويج بهذا الأداء الكبير بهذا الأداء المميز لكن الخريب غادمة الخريب غادمة الله شوفوا الخريب على المركز الثاني بدأت بالتخريب على المراكز المتقدمة لتندفع نحو الناموس مع الثامر بمطر بمضابط الدوسري بدأت تسلل الخريب إلى المركز الأول تحمل الرقم واحد تبحث عن الرقم الأول مع بيت بن علي السناري من يتابع أيضا الخريب باندفعتها من المركز الأول باندفعتها نحو الناموس نحو التتويج سلام وتحية واحترام إلى مالك الخريب دامر بمطر بمضابط الدوسري والثاني من تابعها السناري من يرافق هذا الشعار الناري الفائز معنا في هذا الشوط المركز الثاني وصلت العبور لمنصور عدد بن نايم المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر